دكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي كيف استمعت لتصريحات جورجيفة البعض يراها متناقضة عما قالته من قبل مساء الخير فانديم على حريكو على السادة المشاهدين الحقيقة انا مش شايف تناقض كبير لان هي جددة الرغبة والعزم على المساعدة ودي اعتبر المرة الثالثة بعد حديث نوفمبر وحديث واشنطن من حوالي عشر فيام اعتقد التون الخاص بي ان الدول الجوار في السادة مصر والاردن يجب ان تكون لهم اولوية كبرى في المساعدة الرسالة دي واضحة وصريحة في كلامها فلا اجد اختلاف عن الحديثين السابقين سواء الحديث اللي كان في واشنطن او الحديث اللي كان في نوفمبر قبل الزيارة للوزي المصري للولايات المتحدة لكن قضية الطروحات وانه هو على الحكومة المصرية قال ان ترى افضل وقت لبيع الشركات ونريد ان تجمع مصر اكبر قدر من الارادات كثمار لهذه القصخصة ربما يختلف عما قيل سواء منها او من مسؤولين اخرين انه برنامج الطروحات يسير ببطء ده كلام سليم اللي هو بالفعل يعني كان يسير ببطء ده لا يأخذ من هذا الموضوع لكن في ضل ما يحدث الان سواء من اضطرابات تؤثر على شهية وطقة المستثمرين في هذه اللحظة ثم الجزء الاخر لحضرتك اشارته ليه الخاص به فكر السعر الصرف هيكون يضع ضغوط كتيرة جدا على فكرة التقييم لبيع الاصول بشكل يقدر يخلي مصر تعظم الفوائد من هذا البيع فا ارى ان هي اشارة جيدة وكان يمكن استبقها لهذا الكلام كان التقرير اللي صدر فيه منتصف العام الماضي من بانكوب امريكا لما تحدث عن ان بيع الاصول لن يكون كافيا لسد الفجوة التنويلية فبما ان بيع الاصول لن يكون كافيا لسد الفجوة التنويلية فلا يجب ان نذهب بعيدا بهذا الموضوع بالذات ان التوقيت لم يعد مناسبا بالمضي قدما في هذا العمر لما سئلت عن قصة سعر الصرف قالت انه لم تحدد ما اذا كان توتل فلوتيشن يعني تعويم كامل ام تعويم مدار وقالت اترك ذلك للدولة والمركزي والقائمين على الامر لانهم يحددوا ما يستطيعون القيام به ماذا يعني ذلك؟ يعني هذا الامر ان احنا امامنا العديد من الانتزامات يعني الانتزام الاول الموجود بالنسبة للتدفقات الدولارية الخارجة هي انتزاماتنا بالنسبة لسداد اقصات الديون التي ننتزم بها في عام 24 وبالذات طبعا اهمها على الاطلاق هي الكوبونات الخاصة باليورو بوند او السندات الدولارية الجزء الاخر واللي هو برضو في اهمية شديدة هي المتأخرات لان المتأخرات دي هي العاملة بالفعل تشوه كبير جدا في جانب الطلب يعني مثلا عندنا طبقا ليه اخر احطائية ظهرت او اخر بيانات تم تداولها احنا عندنا 7 مليار من البضائع المتأخرة دي طبعا عاملة ضغط كبير جدا على فكرة جانب الطلب ثم عندنا مستحقات الشركاء الجانب اللي هي عدد قد وصلت تقريبا حوالي 7 مليار ثم ايضا عندنا المستثمرين والارباح التي يجب ان يتم تحولها فعلى الحكومة المطرية وعلى البنك المركزي ان هي تقدر تحط الخطوات اللي على اساسها تقدر تدير بهذه التدفقات وتقدر على اساته تحدد سعر الصرف لان حجم الطلب ادبر بكتير جدا من حجم السيورة الدولارية المتوفرة ففكرة ان احنا ندخل في دورة من التعويم الحر هيكون فيها صعوبة جدا تضل عدم موجود تدفقات دولارية لاخلنا بهذا الشكل فلذلك السيناريو الاقرب ان يترك هذا الامر ضبقا للكاشفلو او حساب التدفقات النقدية عشان نسهل على الناس يعني ملخص مقالته جورجيفا هو يعطي ثقة للاقتصاد المصري وللحكومة القائمة على ادارة الامور لكن بيقول لنا ايه كمان يا دكتور محمد في هذا الاطار بلغة بقى ابسط عشان الناس تفهم هي الحقيقة لثلاث حاجات يعني او هي ثلاث نقاط أثلاثية الجزء الاولاني ان احنا معاكم واحنا شايفين ان احنا يجب ان نساعد مصر في هذا الموضوع طبعا اشرت المرة التانية اللي شير بيها الكلمة ان هي بتقول المساعدات بتاعتنا تستلزم تضافر الشركاء يعني ان هي قالت قبل كده في حوارها من عشرة ايام ان هي لم تجد المساعدات كافية من الشركاء لما دخلوا في الاتفاق الممدد الاولاني فده ملحوظة مهمة جدا اتكلمت فيها اتكلمت على الجزئية الخاصة بالحماية الاجتماعية ان هي بنستهدف الأفقر فئات المجتمع لكنها برضو اشرت ان الازمة محتاجة ان احنا نشتغل على الاقتصاد الكلي لان الازمة بقت برضو طاحنة على الطبقات المتوسطة فبتالت تتكلم ان احنا محتاجين مش مجرد حل رعاية اجتماعية فقط للطبقات الاكثر اتياجا لا احنا محتاجين نحل مشكلة الاقتصاد ككل علشان الدنيا تمشي التوجهات اللي اتكلمت فيها يمكن لما اتكلمت على الجزئية الخاصة بفكرة الدعم دعم الطاقة لم تشر الى مصر بشكل خاص لكنها تحدثت في المجمل ان يجب على الدول ان تفكر فيه جدوى دعم الطاقة فدي اشارة مهمة جدا لان دي من ضمن الاحاديث اللي يجب اللي هو بيتحدثوا عليها بشكل كبير اتكلمت على فكرة ضبط سعر الصرف وده زي ما حدثتك بتقولي يعني بينظر ان هناك او يجب ان يكون هناك حركة في هذا الامر وعلى البنك المركزي طبقا لي حساب التفقات ان هو يختارها ثم اتكلمت عمضة ضخم الناس كلها بتتكلموا في موضوع الاسعار وضبطه مش هيجي من مجرد فكرة ضبط الاسواق وضبط الاسعار لا ده ضبطه بيجي من فكرة ضبط الاقتصاد ككل الانفاق العام بشكل عام برضو تكلمت ان احنا يجب ان نستمر فيه ان احنا نقلل من الانفاق العام لان الانفاق العام هو اللي بيغذل فضخم بشكل كبير اه لانها قالت بوضوح انه يعني حيط جهود الحكومة لتقليل المشروعات او تقليل ضغط المشروعات على الموازنة يعني هي حيط موضوع ترشيد الانفاق ده كلام سليم لكن اعتقد ان هم ينتظروا المديد لان طبقا للكلام اللي قالت بتبيان مجلس الوزراء نتكلم على ترشيد 15% من الخطة الاسمارية الكلام ده يعني يعمل حوالي 75 مليار دولار اعتقد ان الطموح هيبقى اكثر من كده شوية بداي خلينا ننتظر يعني الانتهاء من قرد الصندوق مثلا زي ما هي قالت كمال اسابيع فماذا يعني ده بالنسبة لتحرك المركزي نتوقعه امتى دكتور فهد انا اعتقد ان المركزي ايضا مادلة يعني مادلة ينتظر بعضا من التطفقات النقدية اللي يتطيع عن تحرك لان هو التحرك الموجود حاليا علشان يقدر يزبط السوق بشكل سليم لازم يتحرك على المتأخرة من البضائع بقى ده يمكن اول حاجة يعمل هو تدبير التطور النقدية للبنوك عشان تبتدي وفر للناس عشان الناس تبعد شوية عن السوق السوداء والتعامل في السوق الموازي فاعتقد ان هما قد ينتظروا بعض السيولة النقدية ان هما يقوموا بحركة قبل دخول التسهيلات اللي جاية من صندوق المادلة الدولة شكرا دكتور محمد فؤاد الخبيل الاقتصادي بقى زي ما قال دكتور فؤاد الصندوق بيقول نحن معكم نحن نفق فيكم احنا عايزين ندعم الاقتصاد المصري احنا عايزين الشركاء كمان لا يتخلوا عن مصر سواء الشركاء من البنك الدولي او من دول الخليج وكتوضحة في التسمية نحيي بعض الجهود في ترشيد الانفاق بالنسبة للمشروعات ما تتصرعوش في بيع الشركات عايزينكوا تاخدوا اكبر يعني عائد من هذه الشركات التخفيض العملة وتوحيد سعر الصرف لازم وقادم التضخم مهم جدا ان احنا نواجه دي كلها امور مهمة حنرفع قيمة قرد الصندوق ولكن مصر هي اللي تحدد حتتحمل دين قد ايه سألوها ايضا على فكرة مش اعادة هيكلة الدين ولكن التفاوض بين مصر والدول الدائنة هل يمكن ان الصندوق يتدخل اقلت لك لا احنا مندخلش مصر عليها ان تحدد ذلك ونحن نقف على الحياد هذه كانت تصريحات كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي اشتركوا في القناة